وينضم إلينا من أربيل عبر سكايب السيد هيوى عثمان الكاتب والمحلل السياسي سيد عثمان هل تعتقد أن الشارع في الإقليم سيتفاعل مع دعوة السلطات لوقف التظاهر أو حتى الخروج في تظاهرات بترخيص وضعا في الاعتبار أن الأسباب التي خرجت من أجلها تظاهرات ما زالت موجودة التأخر في صرف الرواتب أو ضع اقتصادية صعبة يعيشها الشارع هناك فهل سيحدث هذا التجاوب؟ تحية إليك ولمشاهدين الكرام طبعا ما حصل في الأيام الماضية هو كان نتيجة مباشرة لفشل حكومة الإقليم في حل الملف الاقتصادي في الإقليم وإنهاء عملية التفاوض مع بغداد أو إيصال الرواتب إلى الموظفين في الإقليم وبالتالي طبعا حصلت هذه التظاهرات كانت هناك بعض ردود الفعل الأنيفة من الطرفين إلى حد كبير من السلطات في البداية وبعد ذلك من قبل المتظاهرين أدى إلى حرق المقار كما ورد في بعض المقار ومقتل بعض من القيادات الأمنية كما ورد في تقريركم الدعوة إلى محاولة فرض التظاهر بطلب ترخيص قد يكون صعبا بأخذين بعين الاعتبار ما حصل في الأيام السابقة لكن ربما تكون محاولة للحد من عمليات الحرق للمقار الأحزاب والمباني الحكومية الموجودة في الأماكن يعني رأينا أن عملية الحرق طالت بعض المباني الحكومية التي هي تضر بالناس أولا وبعد ذلك تضر بالقائمين على الشأن العام في المنطقة المطالب لا زالت كما هي يجب أن ترافق خطوة منع التظاهر بدون ترخيص عملية تلبية المطالب التي خرجت من أجلها المتظاهرون طيب طبعا تلبية هذه المطالب لن تكون بين الليلة المتحاها بخصوص تلبية المطالب وحضرتك أشرت بشكل واضح أن الحكومة الإقليم تحملها جانب كبير من المشكلة فهل هي تتحمل المشكلة لأنها لم تصل إلى حلول مع الحكومة المركزية في بغداد أم أنه كما يقول بعض المراقبين أن هناك سوء إدارة للموارد الطبيعية أيضا في الإقليم بيعود على الحكومة ذاتها طبعا الكثير يقول ذلك الكثيرين من المتظاهرين يقولون نفس هذا الكلام الذي تفضلت به المشكلة الحقيقية في كردوسان العراق كما في باقي إزاء العراق هي عملية الحكم الرشيد المتظاهرون الذين خرجوا في الأيام الماضية هو شعاراتهم إذا تلاحظوا هي تراكمات لشعارات عبر سنوات طويلة لمطالب عبر سنوات طويلة في مكافحة الفساد في تحسين الخدمات في الحد من هدر المال العام في الثراء الغير مبرر الذي الغير يعني بدون سبب نرى الكثير من الناس بدون أن نعرف كيف وصلوا إلى مراحل أصبحوا مليونيرية ومليارديرية في البعض منهم هذا الفروق الطبقية الموجودة هي التي دفعت بالكثير من الشباب للخروج إلى الشوارع في محافظة السليمانية تحديدا يوجد تعقيد آخر في محافظة السليمانية وهو أن المدين في هذه المحافظة يوجد عدة تيارات سياسية مسيطرة إلى حد كبير على المشهد السياسي الاتحاد الوطني الكردستاني بخلافاته الداخلية موجود حركة التغيير حراكة جيل الجديد الحركات الإسلامية كل هذه لها تأثيرها على الشارع وفي بعض الأحيان نرى التجاذبات السياسية أو الخلافات السياسية تنعكس على الوضع في الشارع وهذا ما نرىه هذه على ذكر الخلافات والتجاذبات السياسية ما هي برأيك مساحة التفاهم والتفاهم والمرونة لدى الحكومة المركزية بعد هذه التطورات هل تعتقد أنها ستظهر نوع من التعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق خصوصا بعد هذه التطورات أنا برأيي الحكومة في بغداد حقيقة ضعيفة جدا هي لا حول لها ولا قوة المشكلة الأساسية بالنسبة للكرد في بغداد هي الكتل السياسية التي تسيطر على البرلمان يعني رأيناك كما في الحكومة السابقة حاولوا أن يصلوا إلى اتفاقات حول قضية النفط وملف توزيع الثروات في البلاد ودائما تتمكن الكتل السياسية من إفشال هذه الاتفاقات كان آخرها في الشهر الماضي عندما مرر قانون الإقراض كان بالرغم من المعارضة الكردية الشديدة العامة الموحدة لهذا القانون ولكن مرره القانون مررت الكتل السياسية الأخرى هذا القانون وهذا طبعا الوضع في بغداد ربما يكون مهيئ أكثر من السابق إحدى أكبر المشاكل منذ 2003 لحد الآن هو عدم تأطير هذه الاتفاقات في وضع قانوني مستدام دائمي استراتيجي كانت الاتفاقات المالية لحد الآن والنفطية بين الأقليم وبين بغداد اتفاقات وقتية سنة بسنة تؤجل الكثير من المشاكل للسنة التي تليها والحكومة التي تليها اليوم أعتقد الأرضية قد تكون مهيئة أكثر من كل الجانبين للوصول إلى اتفاق دائم ووضع هذا في إطار قانون شكرا جزيلا من أربيل وعبر سكايبا سيد هيو عثمان الكاتب والمحلل السياسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر